أهم مشاريع العصر الحديث لازم يعني تؤرخ وتسجل وتتشرح وتتسجل وتبقى موجودة لكل الأجيال اللي جاية وحتى للأجيال اللي موجودة تبقى عارفة بلدنا بتعمل إيه وتبقى عارفة مصر شغالة إزاي أختي في مرة أختي أكبر مني عندها منتها فبتقولي أنا رفايدة بتعمل بحث عن العاصمة الإدرياء في المدارس برضو ده ده شيء كويس على فكرة أن هما يبحثوا فأنا قلت لها طب كويس جدا خد فإحنا عندنا كتير محتاجين يعرفوا فينا الناس كتير بتسأل إيه العاصمة الإدارية؟ صح هو إحنا كنا محتاجين نعمل العاصمة الإدارية؟ طبعا فايدتها إزاي؟ طبعا طب مصر عملتها إزاي؟ فضروري أن الناس يكون عندها حاجة تعرفوا وأنا أتكلم في حاجة موسطقة مش حاجة حكاية هتحصل مستقبلا لأ ده واقع حصل دلوقتي بالزبط اللي عايز يشوف يروح يشوف ده بالزبط كده ما فيش بوابات مقفولة على الناس تدخل لأ كل اللي عايز يروح يروح اللي عايز يدور على فرصة عمل اللي عايز يدور على فرصة استثمار اللي عايز يشتري ويسكن كل الحياة كاملة وتوفرة صحيح نتكلم على حاجة موجودة على الأرض الواقع يعني مش ما بنحلمش بيها احنا بنتكلم على عمل وقعي موجود على أرض الواقع لما كنا بنتكلم لما كنت بروح أغطي جوالات إنهم بانوا وصلنا نسب تنفيذ مش عارف إيه طبعنا ده أول عمرة بالزبط عندنا كيان قائم بكل مكتملاته يعني ما بنتخيلش مش من وحي خيالنا يعني فأنا لما جيت أبص في الموضوع ككل أنا وقفت أكتر من أسبوع طبعا أنا هسمي الكتاب إيه أنا الفكرة اللي في دماغي حتى أنا في الكتاب عمل حاجة اسمها تصدير تصدير إن الفكرة أصلا فكرة الخلود عند المصريين من ألاف السنين وهم شيدوا المقابر والمعابد والأهرامات وكل اللي بنشوفه ده ليه كان اعتقادا منهم بالخلود فالفكرة أصلا مصرية فكرة الخلود مصرية واستكمالا لهذا الخلود بيعيد المصريين تاريخ الأسلاف بإنشاء العاصمة القدرية مش العاصمة القدرية وحدها بإنشاء دولة جديدة إلى جانب الدولة المصرية والمصريين اللي صنعوا التاريخ هم هم المصريين اللي بيبنوا المستقبل دلوقتي في أبطال في الملحمة على فترة دي ملحمة كبيرة جدا ملحمة التنمية اللي حصلت التسع سنوات اللي فاتوا ملحمة ضخمة جدا لها أبطال صحيح اللي خططوا صحيح واللي نفزوا سبقوا الزمن سبقوا الزمن وصرعوا كل التحديات وقوموا كل السعاب اللي كانت بتواجهنا كمصريين على جميع المستويات طبعا احنا كان مخطط عشرين سبع وعشرين ننفذ خمس تلاف كيلو متر شبكة إضافية شبكة طرق إضافية للشبكة الموجودة مع تأهيل الموجودة طبعا احنا في عشرين اتنين وعشرين او احنا في عشرين تتاة وعشرين احنا عدينا الرقم ده مم وما قفناش يعني كل القيادات طب احنا حققنا المستهدف في عشرين تلاتين وعشرين سبع وعشرين هنقف لا مكملين مكملين في نفس الخط وفي نفس الاتجاه عندنا بلان واضح يمشي مسؤول يجي مسؤول في بلان واضح وفي خطة واضحة وكله ماشي عليه وما توعدناش بحاجة ما تنفذتش يعني ما سمعناش عن أي وعد وما سمعناش عن مشروع سمعنا عنه ولحد الوقتي مشوفناهوش بص يا فندم الدولة الوحيدة في العالم بالزبت الدولة الوحيدة في العالم اللي كان فيها شغل في فترة كورونا عشرين واحد وعشرين كانت الدولة المصرية صحيح ده أنا رصده وموسكه صحيح مفيش دولة في العالم كان فيها شغل